افتتاح اكبر مجمع للرمال السوداء في مصر والرمال السوداء لمن لا يعرف نوع من الرمال بيأتي دائما في المناطق الشاطئية في مصبات الانهار يعني لما نشوف خريطة مصر هلاقي نهر النيل قادم من الجنوب وبيتفرع تفرعتين تفريعة في الغرب اسمها تفريع رشيد او فرع رشيد وتفريعة في الشرق اسمها تفريع دمياط او فرع دمياط ما بينها وما هي الدلتة الماية بتنزل من النيل بتصب في البحر الابيض المتوسط على مدار السنين والتاريخ هذه الترسيبات وهذه المياه المياه الانهار مع مياه البحر في هذه المناطق بتتكون الرمال السوداء الرمال السوداء عبارة عن مجموعة من الاحجار ذات اللون الاسود بتتفتت مع عوامل التعرية ومع الزمن بتتحول الى رمال لونها اسود في اكثر من منطقة في اكثر من محافظة مع البحيرة محافظة دمياط محافظة بورسعيد محافظة شمال سيناء محافظة البحر الاحمر محافظة اسوان اكثر من ست سبع محافظات في مصر عندهم ما يسمى بالرمال السوداء احنا كمصريين ما نعرفش يعني ايه الرمال السوداء ممكن بنشوف في الجبال ممكن بنشوف في الشواطئ رملة لونها اسود لكن احنا متخيلين ان ده عرق من روء الارض او بطن الارض ولا نعيروا اهتمام حتى ان الناس في المنطقة اللي احنا كنا فيها النهاردة في شمال محافظة كفر الشيخ منطقة بلطيم والبورولوس الناس بياخدوا هذه الرمال بيبنوا بيها يعني بيستخدموها كمواد بناء رمل من الرمال اللي بتستخدم في الخرصانة والصبة وغيره ما يعرفوش القيمة الاقتصادية لهذه الرمال طيب الرملة دي اكتشفناها امتى؟ الرملة دي منذ الاف السنين موجود منذ ان خلق الله النيل وجعل النيل امره ان يصب في البحر وهذه الرمال موجودة بتنسب من النيل الى البحر الى الشاطئ مكوينة هذه الكثبان الرملية السوداء مصر بدأت تفكر في عام الف تسعمية تنين وعشرين لالف تسعمية وتلاتين احنا السنة دي كان الفينتين وعشرين من مئة سنة التفكير بدأ في مصر في مسألة الرمال السوداء منذ قرن من الزمان بان قرن من الزمان الف تسعمية تنين وعشرين والنهاردة الفينتين وعشرين معنى ذلك انه بقلنا مئة سنة كنا بنفكر في موضوع الرمال السوداء وتعمل دراسات وتعمل تقييمات وتاخدت عينات وتعمل اختبارات لكن من الفين من الف تسعمية تنين وعشرين مرورا بالتلاتينات بالستينات بالسبعينات لم يكن هناك ارادة لتحويل هذه الدراسات ونتائجها الى واقع ملموس على الارض خلينا اقول لحضراتكم انه الرمل موجود منذ الاف السنين والاكتشاف موجود منذ قرن من الزمان ايه اللي خلانا نتأخر مئة سنة على استخدام الرمال السوداء في الصناعة علامة استفهام كبيرة فيه ناس تقول الظروف ما كانتش مواتية فيه ناس تقول ما كانش فيه ارادة سياسية فيه ناس تقول كان فيه حالة خمول فيه ناس تقول كان فيه حالة بلادة الايا كان السبب لم يستفيد الشعب المصر من خيراته التي حباه بها المولى سبحانه الا في عام 2016 لما الدولة اتعرض على السيد الرئيس الموضوع بدأ يراجع ويدرس مع المختصين وكان القرار بانشاء شركة المصرية للرمال السوداء احدى شركات جهاز الخدمة الوطنية وبالفعل تم انشاء اكبر مجمع لاستخلاص الرمال السوداء من المياه الشاطئية اللي موجودة فيه مصبات نهر النيل في المنطقة المحصورة من منطقة ابيقير غربا في اسكندرية الى منطقة رفح في شمال سيناء شرقا بطول او بمسافة تصل الى 400 كيلو متر 400 كيلو متر من الشواطئ اللي فيها رمال سوداء وفي الجنوب من مرس عالم جنوب مرس عالم الى جنوب برنيس وايضا في منطقة بحيرة ناصر يبقى عندي اكتر من مكان عندي الاماكن الموجودة فيه شمال مصر في البحر الابيض المتوسط اجيب لي خريطة لسماحتي هاتولي خريطة المصر يا جماعة لسماحتي هتلاقي فيه اسكندرية وابو اير رشيد دمياط البرولوس بلطيم في كافر الشيخ تطلع على دمياط تطلع على برسعيد تعدي برسعيد في سيناء في شمال سيناء في منطقة رفح كل دي مناطق فيها رمال سوداء محتاجة اللي يروح علشان يتشف سر هذا الكنز الكنز مش اثار ده كنز طبيعي موجود لكننا كنا في حالة تبلد وبلادة وكسل تحت مظلة اسمها هيجي يوم وفيه ناس غيرنا تكتشفه ايضا في منطقة مرسعالم في الجنوب وحتى برنيس فيه اماكن ومساحات كبيرة من الرمال السوداء ايضا وفي منطقة بحاية ناصر الجدوى الاقتصادية اللي قامت بها الدولة والشركات والطاقة النووية والجهات المعنية كل ده قال انه المشروع الاقتصادي وجدوى الاقتصادية مرتفعة للغاية ومن هنا كان تأسيس شركة والشغل بدأ من الفينو ستاشر اشتركوا في القناة